دع الملياردير الأمريكي بيل جيتس العالم إلى استخلاص العبار من المعركة ضد فيليوس إيبولا استعداداً لخوض حرب محتملة ضد انتشار وباء عالمي مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة مبدياً قناعته بأنه من التهور عدم التحضر لخطر مواجهة على مستوى العالم مرض أكثر صعوبة من إيبولا قد يظهر عبر نوع من الإنفلوانزا أو من فيليوس سارس أو من فيليوسات التي لم نرى مثيراً لها بعد لا نعلم ما إذا كان ذلك سيحصل ولكن الخطر كبير بما يكفي كي يكون أحد الدروس الواجب استخلاصها من إيبولا هو التساؤل هل نحن مستعدون بما فيه الكفاية الأمر شبيه بالتحضير للحرب لدينا طائرات وتدريب ونجري تمارين وبحسب جيتس فإن التحضير يمكن أن يشمل الاستعانة بمتطوعين مدربين على تدخل السريع في حالات الطوارئ الصحية على شاكلة الخطط الموضوعة في الدول الأكثر تضرراً جراء إيبولا، أيغينيا، ليباريا وسيراليون إننا نركز على الأطفال الفقراء الملايين منهم يموتون جراء أمراض كان يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات من المؤسف عدم وجود نسبة 100% من التلقيح في البلدان الغنية وأوضح الملياردير الأمريكي الذي صنفته مجلة فوربس كأغنى رجل في العالم مع ثروة تقدر بـ 80 مليار دولار أن المؤسسة التي يديرها مع زوجته ميلاندا توزع حوالي 4 مليارات دولار سنوياً من المساعدات للفقراء في العالم مشيراً إلى أن التكنولوجيا الإبداعية الحديثة ستسمح بتحديد الوضع الحاصل بكلفة أدنى وتمثل اللقاحات أكبر منقذ لأرواح البشر بحسب جيتس الذي أشاد برعاية المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لمؤتمر المانحين في برلين وجعلها من حملات التلقيح في العالم أحد أولويات الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع هذا العام